طب ايه اكتر مشهد انت كنت فخور انك انت عملته فعلا يعني او اكبر احلى منطقة انت حسيت في المنطقة الاولى بتاعت زور سعاد وحسن ونعيمة والفترة الاولى في حياتها دي كانت حاجات لطيفة مش اقول الفترة اللي انا طلعت فيها اه انت طلعت في المشلسة اللي اخترته كان مين عامل شخصيتك واحد ولد من جامعة الامكان من صحاب ولادي وكده والله طب قدمك ويس اذا اللي انا عايز اقوله يعني ان اهلي اهلي اللي هم اهلي ما عجبهمش الولد اللي عمل شخصيتك وده شيء طبيعي لان دايما القريبين من الشخصية شايفين فيها حاجات كتيرة جدا لما بتيجي تتجسد في عمل مؤكد مش هتقدم الشخصية دي لازم لايمكن هيرضيهم لايمكن هيبقى هو بالضبط هو الشخص اللي عرفوه مستحيل فاناسي يقولك لا معقولها كان فلان كذا معقولها كان ما هو طبعا مش مو ايه مش ممكن اهلي ما عجبهمش الشخص اللي انا جبته اكيد طب مين باستثناء مثلا مونة زكي حسيت انه كان هايل في الشخصية اه اتنين سامي مغوري في كامل الشناوي اه وحسن العدل في عبد الرحمن الخميسي اللي هما الشخصتين اساسياتين اه عبد العزيز مخيون في عبد الوهاب عبد الوهاب فعلا في بقى شخصيات اخرى حاولت بقدر الامكان انها تبقى قريبة من شكلهم بركات صلاح ابو سيف الناس دي لان انا لاحظت في الاعمال الاخرى محدش بيبص لحكاية التشابه الجسماني دي اه طبعا يعني فلان اهو اسم الواحد لأ انا كنت بيجيب صور طبعا في الناس انا عارفهم شخصيات وفي ناس ليهم صور بقدر الامكان بنحاول انه بقى فيه تشابه لان دي برضو في الاخر ده اللي هيكون مصدر معرفة للناس يعني شكل الناس بتقرأ وبتدور وتبحث وكترة طيب انت شفت مسلسلات السير الزاتية اجزاء منها يعني طب مين اكتر مسلسل عجبك اتقدم في النوعيات دي يعني انا مش عايز انا لانا دبلوماسي بس انا فعلا ما بتفرجش كتير يعني انا اللي ماما كده باختطف حاجات حتى مسلسلات انا مبعدش اتفرج عليها يعني كفاية ان انا صورتها واقعدت في منتاجها كمان هتفرج عليها لا تفرجش عليها ليه طيب لا خلال لا يعني بس مع ردود الافعال وكده بس مزي الفيلم يعني الفيلم تقعودي ساعتين مع الناس تقدري تعرف في الحكاية انما انت تقعودي تلاتين يوم تشوفي رياكشنات يعني صعب شوي فمقدرش اقول ان انا شفت كل الحاجات بس في حاجات طبعا يعني اسمهان كانت فعلا في حاجات كتير كويسة طبعا مسلسل امو كلسوم كان ده كان له يعني العمل اول رغم ان كان ليه منحوظات في بعض في الكتابة انما شفت كم مشهد من ابو دحكا جنان بتاع اسماعيل ياسين ولقيت ان اشرف عمل يعني اجتهد اجتهد شديد يعني فيه بس هو المؤسف ان انا برضو عشان يعني انا كراجل بقى مخروض ان انا مخرج واكاديمي مقدرش اجمل طالما انا ما شفتش العمل بقى كاملا لان كان ممكن تكون فتني حتة كويسة او ممكن يكون كان فيه اجزاء وحشة انا ما شفتهاش يعني طالما الواحد ما شافش العمل باكمله صعب ان الواحد يصدر حكم مطلق على العمل كله بدون دبلوماسية وبدون هروب من الايجابة خلاص انت يعني صدرت كل حاجة لانا قادر اقولك الدبلوماسية بتاعتك الحلوة لا 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 اصدقين لا ابدا يعني ده بجد لاني فعلا ما شفتش طب انت في مسلسل جبت موضوع جواز سعاد حسني من عبدالحليم ايوه في مسلسل العندليب الجزئية دي بالذات ما كانش موجودة هل فعلا سعاد حسني جوزت عبدالحليم ولا ما جوزتوش كويس احنا اتفقنا اقولنا ايه الحاجة اللازم يكون لها موسق لو دخلت على الموقع الرسمي بتاعها هتلاقي اخوتها بيقولون انها انجوزت لو قريتي اعترافتها في كتاب صدر في لندن صحفي قالت اه مش هقولك هي قالت لي انا شخصيا ايه لان ده ممكن لايعتد بي حتى لو انا طب نحب ان اعرف برضو قالت لك حصل طبعا حصل طبعا اتجوزتو طبعا هو طبعا الناس بتنكر لاسباب مختلفة اسباب مختلفة كتير اسباب خاصة بالعائلة اسباب خاصة يعني في حاجات كتيرة كل حد له يعني سبب انه سبب انه انا بقول حاجة زيارة بغض النظر عن كل ده افترضوا ان الحكاية مش مسبدة احسن اطلحها اتجوزتو عرفي ولا على علاقة غير شرعية بيه لا جاوجزت طبعا يعني لو افترضنا ان انا عندي الاختيارين دول لا طبعا اتجوزتو لو افترضنا ان انا عندي الاختيارين دول رغم ان الحاجات التانية موجودة لو يعني طبعا فإنما انا مبقولش كده مش بقول ان انا اخترت عشان كده بقول لي ان كان فيه فعلا اتقال هذا الكلام ولم يصدر وقتها ما يكذبه لو كان طلع ما يكذبه كنا نقول معلش دلحكاية كده لكن وقتها محدش كدب اش معنى التجديب حصل بعد عشرين سنة ليه وكان وقتها الناس كتبت وقالت وكده ومحدش فتح بوقه معناها ان الكلام مصبور وهكذا يعني اشتركوا في القناة